موسيقى وضعك في الصورة غايتنا السلام عليكم و مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد هل تعلمون بصيف تريس الماكرون يهنقوا على الفوز يلو في الولايات الثانية و يقول لي مرحبا بك في الجزائر و الجزائر ترحبا بك و هذا الفوز يسيب بكم و هذا الفوز يجفف بكم و هذا الفوز يجفف بكم و لا نفعله حتى يعتذر و لا نقومه حتى يعتذر نهار على نهار تأكدون لنا بأنكم ولاية فرنسية بالقرب منها إنسان المفروض أن تقاطعوه بصفة نهائية لذلك الذي قالوا فيكم ستستقبلوه بالنفس الطريقة في الولايات الأولى بروا ورودوا بالزغريت نحن نرى أن تتباطحوا له بسهولة و تدعوه أنه يأتي للجزائر ما تنسوش تدعمونا بلايك ناسي ما زال ما بشاركنا شمعانيش شاركوا يفعلوا الجرس باش أوصلكم الجديد دائما إذن قد يشكل انتخاب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ولاية لولاية رئاسية ثانية صفحة جديدة في العلاقات بين فرنسا والجزائر أول المؤشرات الرسالة التي بعث بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لنظيره الفرنسي لمناسبة إعادة انتخابه والتي حملت الكثير من رسائل مد اليد أبرزها دعوة ماكرون لزيارة قريبة الجزائر لإطلاق ديناميكية تدفع إلى التقدم في معالجة الملفات الكبرى إلى تكثيف وتوسيع علاقات الجزائرية الفرنسية وفق ما جاء في بيان الرئاسة الجزائرية نبحث في إذن هذا العلاقات المستقبلية بين الرئيس ماكرون والجزائر مع ضيف من باريس الصحفي على بو نجار أهلا وسهلا بك برأيك كيف ممكن أن يقرأ الإليزي هذه الرسالة من الرئيس تبون نعم في الواقع الرئيس الجزائري والحكومة الجزائرية لم تنتظر كثيرا بعد إعلان وتجديد لولاية الرئيس إيمانيويل ماكروم حتى تهنئه بعبارات فيها الكثير من الدبلوماسية وفيها الكثير أيضا من الود الرئيس الجزائري تحدث واستعمل عبارات صديق العزيز للحديث مع ماكرون يتحدث عن علاقة جديدة مبنية على الاحترام على الاحترام السيادة تنظر إلى المستقبل وأيضا فيها الكثير من الوعود بديناميكية جديدة وباعتقادي أن بالنسبة للإليزي هذا يعتبر نهاية للأزمة التي كانت بين الجزائر وفرنسا نتذكر تصريحات التي كان تحدث بها الرئيس الفرنسي عن التاريخ الاستعماري الفرنسي في الجزائر واستخدام السلطة الجزائرية العسكرية تحدث بعبارات اعتبرت قاسية في الجزائر وكانت شبه قطيعة حيث استدعت الجزائر سفيرها ولم يعد إلا بعد أشهر وحاول الرئيس ماكرون أن يخطب ود الجزائر وأن يدعو الرئيس ماكرون عفوا تبون إلى باريس لحضور قمة حول ليبيا لكن اعتذر تبون وكان ينتظر الانتخابات الرئاسية الآن الانتخابات الرئاسية جاءت ويبدو بأن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية بين الجولتين في الانتخابات الرئاسية كانت حاسمة وكانت بمثابة رسالة من الجزائر إلى فرنسا طيب الآن عن ماذا نتحدث سيد علاء في الملفات الكبرى عندما نتحدث لأن العلاقات الجزائرية الفرنسية يعني تشهد ارتفاعا تقدم وتراجعا أحيانا يكون المشكلة هي تصريح فرنسي عن الماضي عن التاريخ أو عن أحداث حالية ما المشاكل الكبرى الأساسية بين البلدين التي يفترض أن يناقشها الزعيمان في حال حصلت هذه الزيارة طبعا الملفات الكبرى التي تعني مباشرة الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية هي قضية التعامل باحترام باحترام السيادة كان هناك نوع من التصريحات هنا وهناك من طرف السلطات الفرنسية عن الحكومة الجزائرية يبدو أنها لم ترق للمسؤولين الجزائرين لكن الملفات الكبرى هناك عدة ملفات تختلف وهناك اختلاف في وجهة النظر نتحدث عن الملف الليبي نتحدث عن ما يحدث في منطقة الساحل ومالي وبين البلدين هناك قضية مصالحة الذاكرة وهناك أيضا قضية المهاجرين غير النظاميين وبعض الشخصيات المعارضة أو حتى التي تصفها الجزائر بالإرهابية التي تطالب بها الفرنسا إلى أي مدى يمكن لباريس أن تتجاوب مع الجزائر في جميع الملفات ولكن هناك مؤشرات مثلا ما يحدث في مالي هناك رغبة في العودة إلى مصار الجزائر واتفاق الجزائر علما بأن هناك اختلاف بين السلطات الفرنسية والسلطات مالي وأيضا مع ما يحدث من مسلحي فاغنر المتواجدين في مالي هناك أيضا الملف الليبي الجزائر تعرف هذا الملف تعرف ملف مالي ويمكنها أن تساعد فرنسا التي تبدو محصورة وكان هناك إخفاق من طرف الدبلوماسية الفرنسية في هذه الملفات فلما لا تجديد لمكرون يكون بمثابة إطلاق وفتح صفحة جديدة يكون فيها تناغم بين باريس والجزائر حول هذه الملفات الكبرى الموجودة والمعروفة في الواقع طيب الآن لماذا يعني برأيك يعني هل مكرون كسياسي الآن وما حصل عليه الآن من أصوات يمين الوسط مرشح فعلا لحل هذه الخلافات مع الجزائر أكثر من غيره وبالأخص سابقية نعم من الواضح أن مكرون إلى جانب عجزه عن حل مشاكل الفرنسيين داخليا على المستوى الخارجي كانت هناك الكثير من الجعجعة من دون أن تكون هناك نتائج ملموسة يكفي أن نذكر ما حدث تحركه في لبنان تحرك في أفريقيا وأيضا في الملف الأوكراني كان هناك واضح أن وزير الخارجي الفرنسي بين الجولتين الأولى والثانية كانت هناك زيارة للجزائر نعرف بأن هناك جالية جزائرية وتحمل الجنسية الفرنسية وتسوت ورئيس مكرون كان بحاجة إلى هذه الأصوات في مواجهة اليمين المتطرف ومباشرة بعد زيارة لودريون إلى الجزائر كان هناك إفطار رمضاني حضره وزير الداخلية ودعا مسجد باريس إلى التصويت صراحة إلى مكرون يعني هذه السابقة ونعرف أن مسجد باريس هو ممول من طرف الجزائر وهو في فلك الجزائر إلى أي مدى تجاوب الفرنسيون من أصول الجزائرية مع هذه النداءات لتسويت لمكرون الواضح أنه حسب استطلاعات الرأي 85% من الفرنسيين من ديانة مسلمة صوتوا لصالح مكرون وشكلوا هذه الجبهة التي قطعت الطريق على اليمين المتطرف أعتقد أن هناك اعتراف بالجميل من طرف مكرون للسلطات الجزائرية وقد تكون لعبت دورا غير مباشر أو مباشر في إعادة التجديد لمكرون وكل هذا سيكون له ثمن هو تكون انطلاقة جديدة كما ذكرتم العلاقات بين الجزائر وفرنسا دائما تكون هكذا فيها نوع من الود والجفاء قد يكون تصريح من هنا وهناك ولكن الرئيس مكرون وعد بأنه سيغير سياسته ولن يعتمد نفس السياسة للولايات السابقة سنرى كيف سيتعامل وعلى كل هناك دعوة من الرئيس تبون لمكرون لزيارة الجزائر فستكون مؤشر قوي طيب ربما في ملف يعني أقصر هنا عندما فرنسا بدأت يعني بدأنا نستمع إلى تصريحات واعترافات وبالجرائم التي حدثت أثناء الاحتلال في بيانات وتصريحات بدأت يعني تصدر بشكل متواتر في الفترة الأخيرة ألا يحسن هذا الأجواء أو الأوضاع أم أنه ليس كاف بعد نعم كانت هناك خطوات قامت بها فرنسا وقامت بها حكومة ماكرون في الواقع فيما يسمى مصالحة الذاكرة وقد تم تثمينها من طرف السلطات الجزائرية السلطات الجزائرية كانت تتمنى أن يذهب الرئيس ماكرون بعيدا نتذكر عندما كان مرشحا قبل 2017 تحدث عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها فرنسا في الجزائر لكنه عاد ليخفف نوعا ما من لهجته السلطات الجزائرية كانت تتمنى أن يعتذر الحكومة الفرنسية عن الجرائم الاستعمار التي ارتكبت في الماضي ولكن يبدو أن الرئيس ماكرون لم يذهب في هذا السياق وكان هناك نوع من منع من طرف بعض الدوائر اليمينية والرئيس تبون قال بأن ماكرون هو صديق وشخص نظيف وماكرون وصف تبون بأن شخص لديه شخصية قوية وأيضا شجاع وكان هذا أغضب المعارضة الجزائرية والحركيين ولكن باعتقادي أن ملف الذاكرة استطاع هو نصف اعتذار مثل ما قال الرئيس الجزائري ولكن هناك المزيد من الخطوات باعتقادي ستأتي في الولايات الثانية كانت أول فيو دلي وما خلو لي الرأي دي كون في تعليقات وما خلوش عليها بالرأي دي لكم ناس لي ما زال ما مشترك معنا للشارك ويف يفعلوا الجرس لكي يوصلكم الجديد دائما شكرا لأي واحد كده عمل محتوى دي لنا وكيف العادة نشوف في فيديو جديد وديم ومغرب